ده ممثل ومخرج كوميدي معروف في هولندا وتكلم على التلفزيون الهولندي على 11 قنوات التلفزيون الهولندي وكان بيصف رئيس الوزراء الهولندي وقال اني وقت مجيه رئيس الوزراء الهولندي مسك الحكم وبقى رئيس الوزراء دي رابع رابع وزراء يشكلها بالمناسبة يا جماعة بيقول ان اول مرة مسك رئيس الوزراء كان عنده ولدين واحد عنده سنة والتاني عنده سنتين ودلوقتي عندهم 14 و15 سنة الولدين مهتمين في الوقت الحال بالسياسة واكتر حاجة اتعلموها من رئيس الوزراء الهولندي ان مهما عملت من اخطاء مش هيكون ليه اي عواقب الخطأ اللي انت عملته ده بيقصد هنا ان الرئيس الوزراء الهولندي ارتكب اخطاء فادحة ده كله يا جماعة بحسب التصرحات بتاعته على التلفزيون الهولندي في احد البرامج الشهيرة وقال ان كل ده بسبب ان الرئيس الوزراء الهولندي ارتكب اخطاء كبيرة جدا جدا ولم يتم معاقبته عليها ولم يتنازل حتى عن السلطة بل بالعكس على سبيل المثال خد من ضن الكلام اللي هو قاله ومن ضن الامثلة اللي سماها وشرحها موضوع الفضيحة بتاعت اعانات الاطفال تم اتهام بعض الاباء والامهات مش بعض يعني تم اتهام عشرات الالاف من الاباء والامهات واللي معظمهم زوء اصول اجنبية ان هما بينصبوا بخصوص الرواتب والاعنات اللي بياخدوها لأولادهم وبناء عليه تم سحب اطفالهم منهم وفي منهم او معظمهم لحد النهاردة على رغم ان هما اخدوا حكم ان هما بريئين ورئيس الوزراء الهولندي ساعتها قدم استقالته رجع وقدم في الانتخابات والنجح تاني الناس دي لسه معظمهم لم يعود لهم اطفالهم يعني اولادهم اللي اتخذوا منهم قبل خمس سنين وعشر سنين اولادهم لسه ما رجعوا لهمش بل بالعكس على احد محطات الراديو السنة اللي فاتت فيه سيدة هولندية اتكلمت وقالت اربع اولاد لي اتخذوا مني تم تغيير اساميهم ولا اعلم عنهم اي شيء المهم نرجع لتصرحات دي دي ريك اللي هو ممثل وكوميدي ومخرج شهير جدا في هولندا بيقول هو ده اللي اولادي كمهتمين بالسياسة اتعلموه من رئيس الوزراء الهولندي انه يعمل المشكلة او يعمل الكارثة او يعمل الخطأ او يخرب حاجة وعادي محدش يسأله بل بالعكس بيفضل فيه السلطة زي ما هو ونجح بدل المرة اتنين وثلاثة واربعة طبعا الكلام ده كله جاي في سياق انتخابات المحافظات اللي شغالة حاليا في هولندا واللي بناء عليها هيتم انتخاب كمان الاعضاء اللي هيدخله مجلس الشيوخ الهولندي على اي حال السايد ده كمل كلامه كمان وقال ان سبب ان رئيس الوزراء الهولندي دايما بينجح في الانتخابات على الرغم من الاخطاء اللي هو بيعملها او الحاجات اللي هو خربها بحسب تصرحاته السبب وراء ذلك بيرجع ان هو رئيس الوزراء الهولندي والحزب بتاعه الفيفي دي ما بيحتاجش اكتر من 30 مقعد او اكتر داخل البرلمان الهولندي واللي بيوفرهم له يعني اللي بيخليه يحصل على المقعد دي شريحة معينة من الناخبين الهولنديين بحسب تصرحاته لا يتجاوز المليون و800 الف مليون و800 الف هولندي بحسب تصرحاته اغنياء جدا ولا يهمهم ما يحدث للهولنديين الاخرين من الطبق الوسطى والطبقة اللي هي تعتبر يعني محدودة الدخل دول بينتخبوا رئيس الوزراء الهولندي كل دورة وبيقد ان هو ينجح وبعديها بحسب تصرحاته بيرجعوا يسترخوا تاني الاغنياء الهولنديين دول اللي اختاروا رئيس الوزراء الهولندي وانتخبوه بيرجعوا يسترخوا تاني ويتزلجوا على الجليد ويعيشوا حياتهم من جديد ويسيبوا باقي الهولنديين يعانوا بيقولك كمان ديدريك اللي هو المخرج الكوميدي الممثل الهولندي ده بيقولك كمان ان رئيس الوزراء الهولندي لو بيؤمن بالديمقراطية وبيؤمن بالمبادئ بتاع الحياة الصحيحة المفروض ان هو كان يتنازل عن منصبه ويتنحى ويقول انا ارتكبت اخطاء وانا همشي دلوقتي ولكنه لا يفعل ذلك اشتركوا في القناة